صباح الخير اليوم ان شاء الله غنشوفوا تمر لبريستيج او تمر المناسبات لكم او اذا كان عندكم شي حد عزيز عزيز بزاف لان تياخد شو يدي الوقت والناس اللي بغا تبدأ مشروع ما عندهاش امكانيات ما عندهاش مؤيدات يعني ما محتاش اي مهارات في الطبخ ممكن اذا عرفتو هاد الحشوات كحشوة الورد بجوز الهند بقرمشة بالفستق هنا بالليمون او البرتقال والترافل في المكونات عندنا اكيد تمر ليكون مجهول من الاحسن كيف ما شفتو هدي هي الطريقة تناخدو سكين يكون حاد وصغير مع بعض الحب ممكن تطلع معكم اذا لا فغنستعملوا هدي طريقتي انا نتاف اللي يكون موجود عندكم خاص بالحلويات او خاص بالمطبخ او الطريقة الثالثة شوية معدبة هي بالرأس الملعقة اللي يكون نرقيق شي شوية غير ما تتعتاش في نيسيون بزاف اذا ما شفتو هنيا بغيت نكبر شوية تجويف التمر والاحسن اذا كان معمر يكون فيه يعني كمية محترمة من الحشو حتى انه ما يجيش غير تمر بوحديته هاد الحشوات اللي اعطيتكم غايك فيوكم لتقريبا كيلو ونص من التمر فانتوما من بعد اختاروا يا اما نوعين يا اما ثلاثة الانواع هاكدا ما تتعذبوش مع كثرة الوصفات اول الحشو عندي هو هذا اللي فيه قرمشة 60 جرام من البندق اللي من طحون ومحمص او اللوز عندي هنا معلقة كبيرة من الفيتين تتلقوا عند الناس اللي تبيعوه الاشياء اللي خاصة بالحلويات 20 جرام من شوكولات بالحليب احسن وضفت لها شوية من اللوز معلقة كبيرة تقريبا من اللوز او البندق اللي كونكاسي او مقطع صغير سوف نخلط المكونات مع بعضها سهل ما فيش اي تاكنيك نزلت شوية الملحة اكيد تتعطي طعم زوين خلط المكونات كلها اذا لحتو فالمعتاد ان هال الحشو كيكون فيه بخاليني ما استعملش بخاليني لانه حلو بزا في الكراميل فمع التمر غايكون شي حاجة اللي ما فيهاش اي توازن والتوازن في السكر عندي مهم في جميع الوصفات وسهل عبارة عن بندق لمحمص ومطحون او اللوز محمص ومطحون كيف ما شفته حطيته فوق ورق خليته في تلاجة من بعد مني حسيت انني ممكن نقطعه قطعته بحل هكذا ومن بعد حطيته في المجمد حتى انه يكون سهل في الحشو دائما نشوفه على حسب التمر لانه ما يكونش كمية الحشو قليلة وما تكونش كبيرة اذا كانت كبيرة ممكن ان التمر ما يبقاش محافظ على الشكل وعلى الجمالية دياله كيف ما شفته دائما انا جربت وحده شفت اذا كانت مناسبة ومن بعد فقطعت عليها باقي الحشو هذا النوع هذا تيجي مغطوس في شوكولاب الحليب 200 جرام من شوكولاب الحليب ضفت لها ملعقتان من اللوز او البندق لي وانوازيت كونكاسي واللي مقطع طريفات صغار ممكن تستعملوا هادك اللي تيجي الى شكل طوير او بتستعملوا هادا اما محضرينه في المنزل او شريته كيف ما كتشوفو غادي نكمل بحال هاكده اي شوكولاب زايدان حاولوا نتخلصوا منها هاكده ما يكونش يعني القشرة اللي من الفوق تكون سميكة كيف ما عارفين تمر فيه كيميا من السكر فهاكده يكون توازن بالنسبة الناس اللي بغايت تحتارف اه يطلبوا من البائع ان يعطيهم شوكولاب اللي الفلويدية تدية لها كتكون عالية مانية انها كتكون سائلة اكتر من شوكولاب اخرى تتكون خاصة بلونغوباج انا هنا مستعملة شوكولاب الحليب عادية اذا حسيتوا انها تقيلة شوية ضيفوا ملعقة كبيرة من زيت نباتية ومن بعد كيف ما شاهدوا قبل ما تنشوف نقلتها المكان اخر هاكده ما يكونش عندي اي زوائد من التحت النوع الثاني عندي فيها عجينة الفستق اللي هي بات جيل بيستاش موجودة متوفرة عند الناس اللي تبيعوا لوازيم الحلويات خديث منها ملعقة صغيرة مملوئة وهنا عندي قناش بشوكولاب البيضاء ما وريتكمش لانه عارفين شوكولاب الممتازة ممكن تعدبكم شوية اذا دوتوها بوحديتها فخلط 60 قرام من شوكولاب البيضاء مع 30 قرام من الكريمة السائلة اللي هي تقريبا ثلاثة ملاعق كبار كيف ما كتشوفوا هاد هو القوام اللي اعطاني من بعد غانحطوه في كيس اللي من البلاستيك وغانبدا نعمر به التمر وريتكم هالطريقة انني خليت اللي غاناش تبرد بالنسبة للناس اللي ما عندهمش قواليب سيليكون اللي غانشوفوهم في الانواع الاخرى واكيد المكونات كلها جودتها عالية عنا موض كلها طبيعية الناس اللي تبيع التمر فغانعطيكم 8 قريبا فهو فيه الربح الحمد لله فنحاولو انه حتى الناس اللي نبيع لهمش حاجة اللي جودتها عالية بالنسبة للناس اللي لقات الفستق افيلي فتتعملو تجيزوين او موكين بحال هاكده تقطعوا قطع صغيرة غانوريكم نوعين هاكده اذا لقيتوهم فتستعملوهم انا ملقيتهمش لانهم قلالش شوية فوريتكم بحال هاكده بقطع اللي قطعتها الى نصفين غتشوفو انه برداتي شوية فاخديت شوية من شوكولات وبديت كان لصقها من جنب هذا فقط حتى انا نعطيكم المنظر ديال اللوز يفيلي ولكن اكيد اذا لقيتوه ستعملوه تيكون احسن فستق ما تيكونوش محمر او محمص لانه غادي يفقد اللون ديالو احنا محتاجين اللون ليكون اخضر بعد المرات نشري هادك اللي تيجي في اكياس المكتوب عليه بدون ملح فتيكون فيه قرمشة وفي نفس الوقت يكون فيه لون اخضر هاده هو المنظر ديالهم ومن بعد فالتانية غادي نحطها كثلاثة من هاد الشكل وثلاثة من هاد الشكل دائما في التمر يكونوا الوان مختلفين يكونوا اشكال مختلفين هاده ولا يعطيكم جمالية وحاجة ليزوينا وسبسيال نصف كيلو من التمر تعطينا كيلو من التمر اذا كان مغطس في الشوكولات يعني محشي ومغطس اما اذا كان مخلط بحال هكذا فتيعطينا كيلو الا ربع النوع الثالث فبجوز الهند تعطي المضع قزوين اللي تعجبهم الباونتي فهذا تيجي تشبه لي خلط تحت هو القناش نفس الكمية 60 جرام من شوكولات بيضاء ضفت لها 30 جرام من الكريمة سائلة تقريبا ثلاثة ملاعق كبار وهنا يضفت جوز الهند كيف ما شفته اضفت شوية من بعد خلطت وشفت لان حسب جوز الهند اللي عندكم اذا كان ناشف او اذا كان فيه دهون احنا بغينا ان تكون القناش دايبة ما تكون شي ناشفة هذا هو القوام كيف ما شفته ومن بعد حتى هي حتى تفكيس خليتها تبرد شوية ما تبردش تماما ولكن تبرد شوية الناس اللي عندهم قوالب متحتاجوش تخليوا القناش تبرد مباشرة حطوهم في قوالب وعمروهم بالنسبة لي كانوا عندي نوعين اللي غيكونوا بالقناش البيضاء فميمكنش كل مرة ان اهنا يا كيف ما شفته سالو شي شوية ما كانوش جامدين فاضطرت اناني نرجع للقوالب السيليكون تنحاول شوية سهلة ليكم ونعطيكم بعض البدائل ولكن من الاحسن اذا كانوا عنا معدات وحلاك ده فانغطسوه في شوكولا البيضاء ونحطوه في جاوز الهند تعطي منظر لي زوين بزاف وتيفتح شوية من البلاتو اللي سنكونوا مستعملين ديال التمر التمر تكون اللون دياله بني فهذا تعطي جمالية اكيد كل مرة بعد الحشو فاحطتهم في الثلاجة يبردوا ممكنش نستعملوهم بعد ما نعمرهم فضروري نحطوهم يبردوا تماما في الثلاجة ومن بعد فانستعملوهم بحال هكذا ما نحطوهمش مجميد لانا ممكن يعرقو وما يلصقش فيهم الشوكولا ففتلاجة غيكون كافي كيف ما شفتو كانوا عندي حشوتين بقناش شوكولا البيضاء فاستعملت قناش واحدة وقسمتها الى نصفين ستين قرام اعطتني اتناش الحبة من التمر انا استعملت كيلو ونصف من التمر فاعتاني زوج كيلو ونصف يعني اتنان ونصف من الكيلو ففيها تنين وسبعين حبة وتيبقى دائما حسب النوع حسب حجم التمر اللي اختاريتو تنعطيكم تقريبا وصافي النوع المفضل عندي هو هذا كلهم صراحة زوينين غي هذا عزيزة لي لانا فيه مرورة مع الحلوة فأتعطي طعم زوين اختاريت شوكولا سوداء 70% من الاحسن يكون 70% حتى ان يكون عندكم واحدة وازون اضفتليه كريمة سائلة كانت عندي ستين قرام من شوكولا سوداء 70% اضفتليها اربعين قرام من الكريمة السائلة اذا ما عندناش شوكولا 70% فاختاروا 55% مايكونش اقل حتى انها تحصلوا على التمر اللي بحال هذا هذا تجيب حل للتخيف أو الترافل الناس اللي غا تختار مثلا حشوة أو حشوتين كيفاش ممكن تعرف المقادير كيف ما قلت لكم أي حشو أعطيتكم فغير أعطيكم 12 الحبة فمثلا هنا يا أنا وريتكم فقط في 6 ولكن كانوا عندي 12 ما نضيع لكمش وقتكم سنوريكم في كمية قليلة ولكن من بعد غن أعطيكم شحل أعطاني فمثلا أنا عندي 24 حبة فغن ضاعف هاد الكمية إذا بغيت مثلا تمرلي بالقاناش فغن نأخذ في عود من 60 قرام ونأخذ 120 قرام هنا بعد ما عمرتهم بغيت نوريكم أن إذا كانت القاناش جامدة ماشي جامدة ولكن باردة فممكن ما تحتاجوش لهذا المول للسيليكون وسوف يتعمرهم وتحطوهم بحال هاكذا هذا فقط بالنسبة للناس اللي بغا تجرب ومعندهاش قوالب من السيليكون تتكون هذه طريقة اللي يزوينا ونفس الشيء خليتهم يبردوا أكيد احتى بردوا مزيان وريتكم أنه إذا حسيتوا أنها عرقات شوية فنضفوها هكذا يلسق شوكولات في التمر استعملت شوكولات 55% من الأحسن فما محتاجينش نستعملوا 70% لأنه من بعد غنزيدوا كاكاو الكاكاو المر فغيكون توازن في الطعم حاولوا تخلصوه من أي زوائد في شوكولات حتى تكون طبقة رخيقة سوف يحطيت ورق الخبز غنحطها فوق منه وكل مرة حطيت فيها تقريباً 4 أو 5 نحاول أنني نبدل لهم المكان نحطهم في مكان لي أنضف حتى أنه ما يكونش عندي شوكولات ليزايدة من تحت ويكون أكيد المنظر أجمل الناس اللي بغت كمية فقط لها المنزل أو عندها مناسبة فـ 600 جرام أو 650 جرام حتى الكيلو إلا ربع حسب التمر اللي شريته غيرتكم تقريباً كيلو أو كيلو شوية ما ننصحكمش نهائياً نهائياً أنكم تحضروا هذه الحشوات كاملين هذو كانوا مجرد أفكار أعطيتهم لكم هنا رأى نشفوه وبردو في تلاجة أكيد ما نحطوهم شو الكاكاوهما باقي يعني فيهم شوكولات سايحة لأنه سيأخذوا كمية كبيرة من الكاكاو وما تحسوش نهائياً بذيك الطبقة دي الشوكولات ما عقلتش شنو كنتك نشرح الناس اللي غتستعملها فقط المنزل اختاروا نوعين لا أكثر حتى أنكم ما يكونش عندكم تعب ونوعين فكافيين جداً الناس كل شي كتبغي تضق منه ففقط نوعين من الأحسن يكونوا مختلفين مثلاً إذا اختارنا هذا النوع هذا اللي بشوكولات نديروا معه النوع الثاني اللي هو بالفستق أو اللي هو بالبيستاش أو مثلاً اللي بجوز الهند ممكن يكون معه شوكولات بالحليب ولكن ما يكونش بجوجهم بشوكولات حتى يكون البلاطون تنوع ويكون فيه الألوان اللي يزوينا هذه الأوراق تتلقاهم مع الناس لتتبع الأشياء الخاصة بالحلويات تتكون طويلة هكذا على شكل تمر إذا ما لقيتوش ممكن تستعملوا العادية هنا عندي مئة وعشرون جرام من اللوز نقيتو قشرتو وخليتوح تنشف يعني ما في الهواء الطلق يعني ما تتخنوا الفران شوية تحطوا فيه وطفيوا الفرن ضفتليه ملعقة صغيرة مملوئة من الجليكوز وملعقة صغيرة مملوئة من الزودة الحيوانية إذا ما عندناش الجليكوز ماشي مشكيل غنستعملوا ملعقة صغيرة تكون مملوئة من السكر الناعم اللي هو سكر غلاس طحنة الأولى بدون سكر والطحنة الثانية فغنزيدوا السكر مهم أننا يكون عندنا اللوز اللي ناعم أو ممكن تشريوا بودرة اللوز فحتى هي تنتحنوها مرة أخرى في البيت حتى أنها تعطيكم قوام اللي وحل هادو أنا تنفضل أكيد نحضرها في المنزل لأن اللي تتباع صراحة ما فيها حتى الطعم ما كتجبني اشتاريحتها شوية ما كتكونش زوينة بحال هذه اللي طازجة فكنستعملها في كيك أو شي حاجة اللي ما بينش الطعم ديالها ولكن هاكدا إذا ناكلوا اللوز طبيعي من الأحسن أن هنحضره في المنزل سافي غنكمل العجن بيديها دائما ضروري من عجنو بيدينا نحسب المكونات كلها ويتعلك كمية اللوز أو عقدة اللوز اللي استعملت غنقسمها إلى نصفين كلها نصف غنكهو بنكها كلها نصف غنعطيني تناشل حبة من التمر كيفما لاحظتوا أن كيمية السكر كانت قليلة ولي ضفت لها غليكوس فما ضفت لهاش سكر نهائيا حتى نحافظوا على التوازن في الطعم هذا هو القوام النصف الأول ضفت له شوية من بشر البرتقال ما نكتروش لأنها كيمية قليلة وملعقة ملعقة ملعقة صغيرة من قشر البرتقال اللي مأسل كان قطعوقيتها صغيرة حتى هو غيكو يضيفوا حدا شوية من الحلاوة لهذا الحشو طافي غناجنهم وبالنسبة للعقدات اللوز الخاصة بالتمر كتلاحظوا أنكم إذا شرتوها كتكون كريمية ما فيها شي سر كبير هو فقط ملعقة كبيرة من الماء أو ملعقة كبيرة من ماء الزهر حسب الوصفة اللي استعملته كنضيفها لها الكمية هذي لأنها 60 جرام من اللوز ضفنا عليه ملعقة كبيرة من أي سائل بغيته كما كتشوفوا خربت لكم هذا هو القوام كريمي ماشي نهائيا بحل عقدات اللوز اللي كتكون ناشفة فيها سكر بزاف فهذا تصير من الأسرار بما أن اللوز عندي شوية معلك خديت شوية الماء أو شوية الزيت وحاولت أناني ندير هات الشكل هذا اللي ممكن يكون في حشو التمر الناس اللي بغات الكمية بالضبط فكان كل واحدة فيها ستا جرام إذا كانت كبيرة بزاف فغادي تحل التمر وما غاديش يبقى محافظ على الشكل ديالو حاولوا أنكم تجربوا بوحدة تشوفوا يعني ايش حال خدات لكم وتمشيوا على هذك الوزن من بعد ما كملت الكمية ديالهم أكيد دخلتهم المجمد ومن بعد فكان سهل بأنني نعمرهم حال هكذا من بعد ما عمرتهم احتهما خليتهم يبردوشي شوية وغطست الراس ديالهم في شوكولا وهنايا عندي رقائق شوكولا الناس اللي كيبيعوا الأشياء الخاصة بالحلويات يعني أبدعوا فهذا الشيء غتلقوا عندهم الأشكال والألوان اختاروا أي حاجة أجبعتكم واستعملوها بالنسبة لتمن تكلفة فغيكون هو مئة حتى المئة وعشرون درهم إذا شرينا تمر بتمل جملة تكون مئة درهم فغتبيعوه بثلثمية درهم ربح كافي جدا معروف يعني البرتقال وشكرا السوداء من أحسن الأشياء اللي تمشيوا مع بعض اياتهم فهذا حتى هو كان من التمر لأنواع الحشوات اللي أجبعتني صرحة كلهم كانوا زوينين حاولت أنني نختار لكم ونعطيكم أحسن وحدة أجبعتني ولكن من بعد فمن ضقتهم كانوا كلهم كلهم زويني النوع هذا اللي بالورد الناس اللي تعجبهم الحلويات الشرقية ملعقة كبيرة من ماء الورد أنا كان عندي طبيعي وخفيف فإذا كانت تقيل غير شوية منه وكملوا بالماء شوية من الورد البلدي اللي قطعته وشوية من الجوز اللي هو القرقاء أو عين الجمال اللي مقطع طريفات صغار بالنسبة للوز فكانت عندي نصف الكمية كيف ما شفتوه في اللول كانت عنها 120 جرام قصمتها إلى نصفين كلها نصف عطاني 12 الحبة من التمر نخلط المكونات كاملين إذا كان عندكم مثلا روح الورد أو أي حاجة فكونوا حادرين أن يكون في اللول غير شوية حتى نضوقه ونكمله من بعد بالماء ضروري تكون عندي يديك ملعقة من الماء إذا ما كانش ملعقة من ماء الورد حتى هو كيف ما كتشوفو كانت ارتباء وغا تكون كريمية وسط التمر ما كجيش ناشفا نهائيا حتى هما أنا بالنسبة لي كانت استغرام اللي هو جربت بيانسوغ إلى تمرة وحدة ومن بعد كملت عليها فدخلتهم المجمد حتى يكون أسهل لي أنني نحشي التمر إذا كانت عندكم كمية كبيرة ما تخرجوش اللوز كله أو قطع اللوز كاملين فخرجوا فقط ستا ومن بعد خرجوا ستا حتى أنه يكون سهل عليكم هنا هاد الورد اللي وريتكم رقائق من الورد هذا الورد البلدي اللي تنشريه الأوراق الخارجية تكون اللون دياله بحلاك دازوين أكثر حاجة اللون دياله تيجي تفتح البلاتو هذا علاش ناسة تستعملو إذا ما تعجبناش الورد بحلاك كان ناكلوه طبيعي فغات اختارو حبيبات من شوكولات اللي تيكون اللون ديالها وردي حتى أنه يكون تذكير على أن الحشو فيه الورد ممكن تحطو كمية أقل أنا تنزوق لكم باش يجي المنظر زوين في الصور سافي سالينا كانوا هادهما الأنواع اللي قدمت لكم الحشوات كل واحدة أحسن من الأخرى البلاتو اللي كتشوفوه كان منوع كله ألوان وكله من السنب يا الورد يا جوز الهند يا أي حاجة من هاد الأشياء اللي شفتوا اليوم الحلقة أخدت مني مجهود كبير فكنت منها أنها تكون أجباتكم ولكن كنت سعيدة أني نقدمها لكم لأن هذا درس مهم وغيكون جزء تاني أكيد فيه تكنيك اللي جداد وفيه أشياء الأول مرة غتشوفوها طبا ما تنسوش تشاركو في القناة الناس لي ما عارفينش فكين زر أحمر أو مستطيل أحمر مكتوب عليه اشتراك أو سابوني ما تنسوش تضغطو عليه حتى يوصلكم جديد القناة وبسحور رحا